الموصل ما تفتأ أن ترتاح قليلا من تصدرها شاشات الأخبار قصفا وقتلا وتدميرا حتى تعود بقصص مروعة تروي بداية مأساة ومآلاتها بعد القنابل والمفخخات ونيران الأرض والسماء التي اجتمعت على المدينة وسكانها جاء ما كان منتظرا بالبديهة وباهظة تكلفة البشرية والمادية والعمرانية إنها الألغام التي تقتنص العائدين إلى مناطقهم كثافة المتفجرات وتعقيد محتواها لن تسمح بإتمام التطهير في غضون أشهر أو حتى خلال سنوات هذا الكلام منسوب لبرنامج تابع للأمم المتحدة متخصص بنزع الألغام بيرلود هامر وهو مدير البرنامج وخبير أممي بالمتفجرات قال إن تدمير الموصل خلف ما يقدر بأحد عشر مليون طن من الحطام مرجحا أن يكون ثلثاء المواد المتفجرة مدفونا تحت الركام وأن تستغرق عملية التطهير ما يقارب عشرة أعوام لود هامر عزى صعوبة العملية إلى القصف العنيف الذي تعرضت له المدينة على مدار تسعة أشهر فقد أسقطت من الجو قنابل تزن الواحدة نحو ربع طن لتخترق الأرض بعمق خمسة عشر مترا أو أكثر ومجرد إخراج الواحدة منها يستغرق أياما أو حتى أسابيع في العام الماضي فقط أزالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام خمسة وأربعين ألفا من المواد المتفجرة وسبعمائة وخمسين شحنة ناسفة بدائية الصنع في أرجاء العراق بينها أكثر من خمسة وعشرين ألفا في غرب الموصل وحدها حجم الدمار وطبيعة التداعيات وتقييمات الخسائر يحيل ذلك كله إلى طبيعة المعركة المدارة واستراتيجية الأرض المحروقة التي عملت بها الموصل فأخرجت المعركة من إطار ما سمي بالتحرير إلى واقع الثأر والانتقام ترجمة نانسي قنقر